الأخبار للأموال ونحكيه على المنتخب الواتني دعوة سيف الجزيري لتعويض مرتضى بن ونس اللي غادر تربس المنتخب بعد تعرض بنته والوعكة الصحية السدعات عودتوا على جناح السرعة التركيا قبل ما نسمع رأيكم ربي يشفي بنتك يا مرتضى وربي يقيم هالك سين مغانما وربي يحفظ هالك ويحفظك لها الأعداد بالنسبة لهذا القرار ليمشي فيه مرتضى بن ونس معناش تفاسيه لحنا على الوعكة الصحية متاع بنته أكيد تجمش كون حاجة متاع غريب ولا متاع وجين ولا حاجة بسيطة معناها اللي بشي خلي عليها منتخب وبشي خلي عليها اللي كان ولكن فمانيس كتبت البارح أنه لبروفيسيوناليزم ويزمو يلعب وعطوا أمثلا بتعمل لعبية كملوا لعبوا غيروا ثمش كون بنته تعمل في أوبراسيون ساروا هذي أنا يتفاهم أنا معا مرتضى لكن نسمع رأيكم انت يعطي خمسة مثلا خمسة أبو موش عشر على خطر القرار فيه وعليه اليوم وقت اللي نحكيه وزادة ملاعبة يلعى في المنتخب فما راية وطنية فما انتماء للبلاد فما زادة كيف كيف هذا الكل معناته خليك تجم تقول أنا نبحث شكون نكلف شكون حضوري أنا في نهاية الأمر مانيش طبيب باش نداوي بنتي لازم فما رعاية تصير من المنتخب فما مسؤولي المنتخب ينجموا يقوموا في بلاستك هذا من الكل أنا نذكر في وقت من الأوقات يا رفيق أنا واحد من الناس مرتي موجودة في الكلينيك وأنا نلعب في دومي في نال في في كوب دفريق موتو دي بانش نوع موجودة في الكلينيك عليش خاترت وهو حبت لدوي نحكي فيها قال بنتي أصيبت بجرثومة انتقلت من أذنها إلى خلايا المخلط فما نتجعانها التهاب بسحايا دي مير مينانجي تسيري بغا لكن أحكي ولهنام معاش حتى حد يتجرى معاش يعود ديرها معاش حتى حد يتجرى يعمل نقد ويقول ليه وكورة بشيوالي 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 يصير لبلومونتال معاتها يوالي ممسوس يقول لك معاش في النجم نعطي ومانيش ذهنيا مانيش حاضر بشيوالي معاتها يخرج على الموضوع واحسن معانتها انو انسحاب بالحق يا رفيق حتى هو واحد ما ينجم يقول لك الكب دم شو ما يا أخوي هذي جاها فيروس في المخ وربي يشفيها ان شاء الله يا بنته تقوم معانتها صح ستار أما اللوم اللي عبيد اللي تنجم تلومه هو تلوم حنبع المجبري حنبع المحابش يجي المتخب قال لك عندي دي كونتراوي زمني تفاهم وكل هذيك الملعب يتلومه وتعاقبه ومعاش تعايت له خاطر هذيك هو اللي انديسيبلي نتوتا مشكلة كبيرة حنبع المجبري انو فما عبيد سوق التلعلى انها عادية مش عادية اخو مش عادية واذا كانك ماكش حاذر اليوم في الكانب ما عشيش بيك غضا مش تحذر في الكوب ديموند خذا كان جاي ذي وقت كوب ديموند وعروض ومليارات والسماسر والفرق الأوروبي حاذرة ما كانش يحكي على جاهزية ذهنية وعنده كذا وما نجمش يكون حاذر كل ما سندريلا أنهيه وقت الاحبار انا نحترم رايك ناصر امانة منتخب يعني مع احترامي للمنتخب راهي كبدة راهو ظنيه راهي بنته يعني بنته راهو بو بو معناه ما تنجمش البو تلومه وتقول كيفاش ما جيتش تلعب وخلي نغم المورك تخلي بنتك وإلا تتمانع عليها مع منعرش شكون مع امها بنته نتصور اللي ربي يشفيها وربي يحميها له حالتها حرجة الرجل ما ينجمش لا نفسيا ولا بدنيا أصلا هو بش يضر المنتخب كان بش يكون حاضر وذهنيا مخه ونفسيته مضعضعة ومخه الكل تلقاه كنكتي مع بنته يبدأ متحير ما هوش مرتاح انا نحييه على خطر هذا هو البو الحقيقي معني راهو اب راهي قيمة راهو الاحاسيس اللي اللي عند البو متنجم تلقاه عند حتى حد بالنسبة لأغلى حاجة عنده في الدنيا هي بنتك تحية لعبنا مرتدى بنوانيس وإن شاء الله ربي يشفي بنتك أهم الكبدة في ليك وأهم من كل شيء إن شاء الله ربي يحفظ هي لك إن شاء الله تفرح بيها وتكبر وتولي لك عروس المرتدى تحييتنا ليك وربي معك إن شاء الله بش تكون أيامية صعبة شوية ولكن إن شاء الله ربي يفرجها في قادم الأيام نعود بعد الأخبار